اشتركوا في القناة تحركة دبلوماسية في كل من تونس ومصر بشأن الأزمة الليبية لإسكاة صوت المدافع وتغليب منطق الحوار أهلا بكم مشاهدين العزاء أكد النطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطيان عملية التأكد علميا من هوية الجثة التي انتشلت من جبل عرباطة جارية وأنه سيتم الإعلان عن النتائج في الإبنة وفي تصريح عبر الهاتف وضح ناطق رسمي للأخبار أنه تم أخذ عينة من حمض أخي الضحية المقدرة النووية للقيام بتحاليل مقارنة الضحية اختلته عناصر إرهابية بجبل عرباطة من ولاية قفصة لم تسمح درجة تعفن جثته المنتشلة بالتعرف إلى هويته بدقة تعرفا علميا بعد أن عثرت وحدات الحرس الوطني بإقليم قفصة معززة بوحدة نازع الألغام الأحد الفارط على الجثة بجبل عرباطة عرض شغل في اختصاصات مختلفة ولقاءات مباشرة بين طالبي الشغل وأصحاب المؤسسات الاقتصادية أبرز خصوصيات يوم التشغيل ودفع المبادرة الخاصة الذي نظمته بلدية المرسى بالتعاون مع وزارة التشغيل وتكوين المهنية بفضاء قصر السعادة بالمرسى لقاءات مباشرة بين طالبي الشغل وأصحاب المؤسسات الاقتصادية 19 مؤسسة في اختصاصات مختلفة أثثت فضاء قصر السعادة بالمرسى لتقديم 600 عرض شغل تلك هي أبرز خصوصيات يوم التشغيل ودفع المبادرة الخاصة بالمرسى جينا اللوجو على خدمة وإن شاء الله نلقاو خدمة ونحبو نخدمو على رواحنا وكاو فهم برشا عروض وجيت برشا عبيدك تشوف كيفيش وفهم برشا فرص اليوم إن شاء الله حتيت سيفي متاعي أنا قاعدة بغلومة معنا عمر في هذي وإن شاء الله نجد نشوف نجد ندور ونشوف وكل شيء التظاهر أتاحت الفرصة لطالب الشغل القيامي بمحادثات انتداب مباشرة مع المؤسسات الاقتصادية المشاركة بالنسبة للعروف حاشتنا بديفلابور بروغرامور حاشتنا خاصة في الدومين متاع الاعلامية حتى رحنا شركة مختصة في الاعلامية كهو نستنى من نهار من الجورني متاع اليوم بش نلقاو دي كانديدا وبش نركوتيوهم معناها فهمتر وزيرة التكويت البيهنية والتشغيل سيدة لونيسي أكدت أهمية هذا اليوم في تقريب طالبي الشغل الفرصي العمل ومزيد تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات والمهارات فهمت 600 فرصة عمل منهم 100 لأصحاب شهيدة العليا فهمت زادة إرادة من ناحيتنا أن يكونوا فهمت هذه اكتيفيتات مرة أخرى مباشرة التي تقرب اليوم البحث عن العمل من المؤسسات وتكون بطريقة هذه البلدية في إطار شاركة مع الوزارة لعبوا دورهم اللي هو قربوا الناس هذا البعض وقد تم بالمناسبة بعثوا نواتي مكتب تشغيل وعمل مستقل بمقار بلدية البحر نزرق والتي تشمل خمس دوائر بلدية هدفهم تعبيروا شغل هذية بش يقرب عروض الشغل المتساكنين المنطقة عنده دوره كما دور أي مكتب شغل هنا مربوط بريزهم طاع مكتب التشغيل الف حلق الواد نوات مكتب تشغيل إضافة إلى تنظيم يوم مفتوح للتشغيل والمبادرة الخاصة عناصر قد تساعد أصحاب شهائد العليا في اقتناص فرصة عمل في انتظار تركيز لجنة مشتركة تونسية يونانية أواخر السنة الجارية وقع رجال أعمال من تونس واليونان اتفاقيتين تتضمن الأولى مذكرة تفاهم حول تطوير العلاقات الاقتصادية التونسية اليونانية وتنص الثانية على إنشاء مجلس أعمال تونسي يونانية بتوقيع اتفاقية إنشاء مجلس أعمال تونسي يوناني يسعى رجال الأعمال من كلا البلدين إلى تطوير استثماراتهم ومبادلاتهم التجارية والتي بقيت وفقا لهم محتشمة ولا تترجم عمق العلاقات الدبلوماسية الثنائية مجلس أعمال تونسي يوناني وهذا مشيقع به الدعم بالعلاقات التجارية والصناعية بين البلدين تباتل فما برشاك فما أحذية جلود الملابس المهوات الغذائية كذلك المواد متاع الزيزولانت الترميك لدينا علاقات متميزة مع تونس على المستويين السياسي والاقتصادي خاصة التجارية منها ونحتاج إلى تعزيزها ومزيد دعمها ويعد هذا الملتقى فرصة هامة للمستثمرين لعقد شراكات الربحية في قطاعات عدة منها البناء وصناعات الصيدلانية والغذائية تونس والتي تسجل عجزا على المستوى التجاري مع اليونان بمبلغ قدر بقرابة 250 أجل ألف يورو تبحث اليوم عبر اللقاءات الثنائية التي جمعت المستثمرين من كلا البلدين تبحث إلى تجاوزها كنية الموجودة بيش نمشي مع بعضها مثلا في فضاءات اليوم احنا متواجدين فيها ونحب نتقدم فيها كما الفضاء الافريقي وبالتالي نجم عن طريق الشراكات معناها اليونانية التونسية أن نتقدموا مع بعضنا وفما مسألة أخرى هو كان عنا زخم من الاتفاقيات في المجال النقل البحري والنقل الجوي وبالتالي لما يضح حيث التنفيذ ويقع خاصة دراسات الجدوى في هذه الخطوط الجوية والخطوط اللقل البحري ثم تتحقق لتونس واليونان بداية من السنة هذه شرعنا بالتعاون مع سهرتنا في أثينا في إدراج اليونان ضمن فعاليات اللي نظمها المركز يعني نظمنا بعثة ترجال أعمال أيضا بالسنة القادمة سنة 2020 عنا بثنين بعثات ترجال أعمال اليونان ونحن الهدف منه أنه خاصة الملتقى هذا هو ربط أصيلات أيضا وربط علاقات شراكة تجارية وصناعية نحو البلدان الإفريقية وتشسيدا لهذه الاتفاقيات يسعى البلدان إلى توقيع مذكرة تركيز لجنة مشتركة تونسية يونانية أواخر السنة الحالية بدأ نواب الشعب يناقشون مشروع قانون يتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخه اليوم وهو مشروع قانون تطلب الحكومة تعجيل النظر فيه بعض النواب اعتبروا خلال الجلسة العامة أن مشروع قانون تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال هو بمثابة الثورة في المجال التشريعي الاقتصادي فيه تبسيط للإجراءات وفتح لخطوط تمويل لباث مؤسسات اقتصادية صغرى ومتوسطة تهدف إلى تجاوز بعض النقائس للنصوص التشريعية المتعلقة بشركات الاستثمار تعالج نقائس وعوائق وجدت في قوانين سابقة مثلا تبديل الصبغة للأراضي الفلاحية كنا ننتظر سنوات وسنوات بهذا القانون لن يتجاوز الانتظار في الحد الأقصى ثلاثة أشهر مثلي هيئة السوق المالية أكدوا على ضرورة استثناء القطاع المالي والبنكي والتأمينات من مجال اختصاص لجنة الترخيص والموافقات المنصوص عليها بمشروع القانون قصد منع كل التجاوزات المرتبطة بعملية تبييض وغسل الأموال النواب تباينت أراءهم بخصوص مشروع القانون رغم تأكيدهم على أهميته خاصة وأنه يتزامن مع وجود أزمة اقتصادية واختلال في التنمية الجهوية والتدهور للبنية التحتية المشروع اللي معروض علينا يشجع الاستثمار لكنه ما يعنيش برشا المستثمر التونسي المستثمر الصغير صاحب الشهادة العليا المستثمر الشاب للأسف أنه في الزمان الانتخابي هذا يستغل من طرف المجلس ومن طرف الحكومة زادة واحنا على علم بمشاريع القوانين الواقع عدادها الآن باش يقع معناها استغلال آخر المدة النيابية هذه اللي تمرير هاته القوانين وهي أتعس القوانين اللي بش تصادق عليها المجلس بنسخة الحالية الإجراءات اللي جاء بها هذا القانون تخص تجاوز عديد من التشاريع المعطلة وسيمكن من تلافي وجوب إصدار تشاريع ونصوص ترتيبية يمكن ينتج عنها تشعب الإجراءات ويهدف المشروع إلى الارتقاء بمناخ الأعمال بتونس وتحسين جاذبية موقعها كوجهة استثمارية وتيسير إحداث المؤسسات ودفع الاستثمار المحلي والخارجية مع تحسين ترتيب تونس في التقارير الدولية وخلال الجاسة العامة التي تغيب عنها أكثر من مائة نائب تم الآلان عن استقالة عدد من النواب من كتلهم نيابية أشعر باستقالة كل من السادة أولا السيدة فعوزية بن فضاق ثانيا السيد كمال الهراغي ثالثا السيد عبد القادر بن ضيف الله من كتنة نداء تونس كما أعلم الجلسة العامة بالضمام السيد يوسف الجويني إلى كتلة نداء تونس كما تم التلاوات الفاتحة على أرواح شهداء العملية الإرهابية الغادرة ومنها ما تم مؤخرا في جبل عرباتة من ولاية قفصة الحفاظ على البيئة عمل تشاركي يتطور بتظفر الجهود مبدأ نظمت وزارة الشؤون المحلية والبيئة اليوم لقاء حضره ممثلون عن بلديات وجمعيات بيئية ترسيخا له في يوم الجمعيات الوطنية لقاء يهدف إلى إرساء برامج وآليات تطور العمل البيئي الذي يراه المواطن متعثرا منذ تركيز المجالس البلدية العمل البلدي في علاقة بالوضع البيئي في تونس وصفه البعض بالمتعثري فيما عبر البعض الآخر عن عدم الرضاع فمنذ تركيز المجالس البلدية لم يشهد تحسنا حسب رأيهم الوضع البيئي في تونس توفمة بعض البلديات لحق بدأ نسق لكن نسق بطيئ منها شوفوا شوفوا بعض الطرقات اتحسنت فهمتها لكن الأوساخ ما زالت بالعكس معناتها ما شاءت سوء للبيئة هكتشوف كيف هي النموس والوسخ البلد يبقى هنا بالجمعة والجمعتين احنا مديار نخرج ولمه قدام مديارنا يوميا اللي تحطك البلدية جديدة مرينا حتى وضع بي فرح وحتى وضع بيه وحتى وضع عندي بزارة شؤون المحلية والبيئة ومن أجل مزيد الارتقاء بالوضع البيئي نظمت اليوم لقاء تشاركيا بين البلديات وعدد من الجمعية الناشطة في المجال البيئي بهدف البحث في كيفية إرساء قاعدة للحوار والتشاور بين مختلف هذه المكونات الغاية هو استطلاع ورصد مشاغل الجمعيات لقصد مساعدتها على مزيد الفاعلية والنجاح في التحرك متاحا تقريب بينها وبين المؤسسات الراشع بنظر الوزارة شؤون المحلية والبيئة حتى تنجز تدخلات وبرامج متناغمة مع توجهات الوزارة بصراحة قاعدة تعاون فينا وضعنا البيئي في المنظين التهوير شوي وقاعدة تعاون فينا وعطتنا مشروع مدرسي باش نعمل ونرجع نوادي البيئية القديمة ونعمل منتزهات في المدارس من وقت تقريب اللي صارت اتفاقية الشراكة مع البلدية زاد الدور متاعنا كبر الملتقى مثل أيضا فرصة للمشاركين لطرح بعض الاشكاليات المتعلقة بالوضع البيئي وتقديم مشاريعهم البيئية عنا شوي مشاكل بيئية وصراحة عنا عوائق في مني نحب في هذا الملتقى أننا نطرحها بفاهم معناها للمصبات العشوائية وما بفاهم البلاستيك نحب أن ندخل فيه برمجة جديدة والبرنامج اللي قاعدين نخدم عليه السناء اللي هو إن شاء الله بشكون يوم 15 جوان القادم هو ندوى جهوية كبرى بشتجمع مختلف البلديات وأيضا مختلف الجماعيات البيئية اللي عندها علاقة وطيدة بويد ماليان ويد ماليان فيه برشة نقاط سوداء ونحن مقبلين على فاصل الصيف حابنا نجمع كل الأطراف المعنية من أجل الخروج بمسودة عمل لتحويل نقاط السوداء هذه إلى منتزهات حضارية وتسعى وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى تعزيز شراكات مع الجمعيات من خلال تشريكها في مختلف مشاريعها وتراسة مقترحتها ومساعدتها على مجابهة بعض الإشكاليات التي تواجه أنشطتها من خلال عروض ثقافية فنية توعوية قد تغير سلوكية الفرد تجاه محيطه ببادرة من عديد الجمعيات والمنظمات المدنية انطلقت بمدرسة الأرتس من معتمدية لكتار بولاية قفصة حملة تطوعية لتنظيف المدرسة وتزويق شدرانها ليحرص القائمون على الحملة على تشريك الأطفال في أعمال سلامة البيئة ونظفة المحيط كافة تربية للنشأة على العمل التطوعي حال المدرسة الابتدائية الأرتس بمدينة لكتار كحال عديد المؤسسات التربوية الريفية التي لم تشملها برامج التهيئة والصيانة الدورية منذ سنوات خاصة على مستوى الوحادات الصحية وبعض قاعات التدريس من هنا جاءت بادرة عديد الجمعيات والمنظمات بمدينة لكتار لتنظيم حملة تطوعية لتنظيف المدرسة والتزويق جدرانها وإن شاء الله اللي صار هضايا تكون يعطينا الدفع معنوي للمواطنين تكون فرصة باش الناس كل تتحرك أما عنا مشكلة في البلوك سانيتير معناتها نحب المندوبية الجهوية تجيطخ لطندر الأمر هذية أقد قاعات دورة المياه لكلهم في حالة مزرية جدا وهنا نسلل سؤال أين صلط الجهوية خاصة مدام المندوبية ما توليتش بالحكاية ذي المجتمع المدني هو اللي يقوم بالمهامة ذي وبرب يوفروا لهم الدعم ولو حتى الدعم الإداري راهي اليوم مثلا المدرسة لورتس ما هيش لاقي ديوبا بيرام باش تعمل الامتحانات لمسات فنية عبر لوحات تشكيلية ورسوم جدارية ألوان الفرحة انتشرت بسحة المدرسة بمشاركة التلاميذ وإطارها التربوي ضمن هذه الحملة التطوعية التي تم خلالها تكوين حديقة مدرسية منتجة ببادرة من جمعية التنمية بالإكتار ضمن نادي التربية البيئية مجينا باش نزينوا مدرساتنا اللي قرينا فيها أقبل بلعي يسميشهم سمحين الحبومي يقدوها منها ماذا بينا يعنون شبك في القوال وقزون ويقدونا الطولاتية بيتها يعني تتجين وهان تتجين يعني حاجة ربا هي توصرت اليوم المدرسة الابتدائية الأورتس بمدينة ليكتار تعد من أعرق المؤسسات التربوية بجهة قفصة تخرجت منها عديد الأجيال تنتظر لمسة وفاء من أبنائها حتى تواصل رسالتها التربوية في أحسن الظروف مستجد الخبر العربي والعالمين استهله من الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أصيب عشرة الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهة مع قوات الاحتلال جنوب مدينة جينين شمال الضفة الغربية المحتلة لتؤكد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بياننا قوات المحتلة أطلقت وبل قنابل الغاز سما موصيلة الدموع وقنابل صوت صوب منازل الفلسطينيين خلال اقتحامها البلدة كما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين خلال مدهمة منازلهم وفق مصادر إعلامية فلسطينية نقلت مواقع إخبارية تابعة لقيادة الجيش الليبي العامة بقيادة اللواخ لفحفتر ومواقع تابعة لحكومة الوفاق الوطني برئيسة فيز سراج نقلت انباءة جمهور حشود من الطرفين منذ مساء يمس ما يفتح الباب وفق ملاحظين على عديد الاحتمالات وظهر ميداني متأزم تتواصل معه المشاورات سيما في بلدان الجوار سعيا لوقف اطلاق النار واحتواء الأزمة يوم هادئ شهدته أمس محاور المعارك جنوب العاصمة الليبي ترابلس على خلاف اليومين الذين سبق هدوء يفتح الباب أمام عديد الاحتمالات أو قد يكون وفق العديد ذلك الذي يسبق العاصفة مع حديث مواقع إخبارية تابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ومواقع تابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فيز سراج عن حشود متبادلة منذ مساء أمس وما يزد فرضية التصعيد المحتمل ربما ما أعلنته قوة شرق ليبيا من أنها ستكثف هجمان استهدف انتزاع السيطرة على العاصمة ترابلس في غرب البلاد من الحكومة المعترف بها دوليا وفق ما أوردته وسائل أعلام قالت أيضا نقلل عن المتحدث باسم الجيش الوطني أحمد المسماري أمس إن الجيش الوطني استدعي قوات الاحتياط لفتح جبهات عديدة على ترابلس وإن الجيش سيستخدم المدفعية والمشاد في الأيام المقبلة مع استمرار الأزمة في ليبيا والانقسام الدولي بشأنها متزل المساعي والمشاورات متواصلة سيما من دول جوار الباحثة عن حلول نوقف إطلاق النار واستئناف الحوار حيث تصدف مصر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي اليوم اجتماعين في مستوى القمة يبحث أحدهما أخر التطورات على الساحة الليبية وسبول احتواء الأزمة الحالية وإحياء العملية السياسية في هذا البلد والقضاء على الرهاب وهو ما أكد عليه أيضا وزير الخارجية التونسي خميس جهيناوي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة في مباحثتهما أمس في تونس في هذا الملف مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية ودعوة الفرق الليبيين إلى العودة إلى طاولة الحوار لإنهاء الخلافات وإحلال السلام والأمن في ليبيا الأحدث في ليبيا بدأت تنسج خلوط أزمة إنسانية تسعى المنظمات إلى احتوائها مع تحذيرات العديد منها من تفاقمها في ظل استمرار المعارك منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أعلنت اليوم وصول طائرة إلى مطار مصرات شمال غرب ليبيا تحمل ثمانية عشر طنا من إمدادات الطوارئ اللازمة مساعدات ستمكن وفق المنظمة من الوصول إلى أطفال المتضررين من النزاع وعائلتهم الموجودين في ثرابلس وما حولها من المناطق في جديد الوضع السوداني تعهد المحتجون الذين يرابطون أمام مقر المجلس العسكري بالعاصمة الخرطومة تعهدوا بتكثيف تحركاتهم حتى نقل السلطة إلى حكومة مدنية في وقت تلتأم فيه قمة إفريقية بالقاهرة اليوم للتعامل مع المستجدات الراهنة في البلد العربي بعد مرور أكثر من عشرة أيام على الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير يتجه المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى التغيير في السودان نحو مزيد من التصعيد واستخلافات متزايدة بشأن المطالبة بحكم مدني ففي الوقت الذي طالب فيه المجلس العسكري المتظاهرين برفع الحواجز أمام مقر الجيش في العاصمة الخرطوم توعد المحتجون الذين يرابطون أمام هذا المقر منذ السادس من أفريل بتكثيف حراكهم لتحقيق مطلب نقل السلطة إلى حكومة مدنية وتصر قوى التغيير على تسليم السلطة للمدنيين سريعا معدنة أن حراكها الشعبي يمر بمنعطف خطير بسبب ما وصفته بإعادة إنتاج النظام بالوجوه نفسها على حد تعبيرها ورغم احتدام الصدام مع المتظاهرين يواصل المجلس العسكري ما وصفه بإعادة هيكلة أجهزة الدولة وقد أصدر اليوم قرارات تم بموجبها إعفاء عدد من سفراء السودان في الخارج وشملت القرارات أيضا إعفاء مدير الطيران الرئاسي من منصبه ومراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي وعائدات الصادرات في بنك السودان المركزي وعلى مستوى التحركات الدبلوماسية لحلحلة الأزمة تنعقد اليوم قمة إفريقية في القاهرة برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يرأس حاليا منظمة الاتحاد الإفريقي بغية التباحث حول سبل التعامل مع المستجدات الرهنة والمساهمة في دعم الاستقرار والسلام هناك وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية في جديد الرياضة يلقي النجم الرياضي السحلي عشية اليوم مضيفها الهلال السوداني في إيابي ربع نهائية كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اللقاء يبدأ ساعة الخامسة بملعب الجيش بمدينة السويس المصرية البقاء في دائرة المنافسة على مختلف الألقاب المحلية والإقليمية والقارية وضع نجم السحلي أمام حتمية طي صفحة التدويج العربي على حساب الهلال السعودي وتركيز على حسم مسألة بلوغ نصف نهائي كأس الكنفدرالية أمام هلال آخر وهو الهلال السوداني النجم يسعى لتأكيد أسبقية الذهاب ثلاثية مقابلة هدف واحد وخوض اللقاء بكل جدية لتفادي أية مفاجأة من الفريق السوداني الذي يبحث عن رد الفعل وقلب الطاولة تحت قيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي مجملة السحلي رجع معي كبيرة معناها تيترويت أداية تيتر صحية حزينية إن شاء الله بقوا تربيعنا ثلاثة أخرين نعب عليهم إن شاء الله بقوا تربيعنا نعملوا لماكسيموم مش ناخدوا تيترويت تشكيلة الجنرال رجلومير قد تشهد عودة عمار جمل وإجراء بعض التغييرات مقارنة بإنهاء كأس زايد خاصة وأن جميع العناصر متاحة على ذمة الفني الفرنسي كما ستكون كل الظروف ملائمة للنجم لتحقيق التأهل للمربع الذهابي بما أن المباراة ستدور بملعب الجيش بمدينة السويس المصرية عوضا عن السودان وفي صورة النجاح في العبور للمربع الذهابي فإن بعثة النجم الساحلي ستبقى في مصر من أجل مواجهة الزمالك المصرية الأحد المقبل في ذهابي نصف النهائي بداية من الثامنة مساء بالعاصمة المصرية القاهرة أعلنت هيئة نادي حمام الأنفى المديرة تعاقدها رسبيا مع حتم المساوي للإشراف على فريق أكابير كرة القدم خلفا للمدرب لطف سليمي مهمة المساوية الرئيسية ستكون تفادي نزول نادي الضحية الجنوبية الذي يحتل المركز الثالث عشر بست عشرة نقطة قبل ست جولة من نهاية سباق بطولة الرابط المحترفة الأولى دورة خامسة من مهرجان قلعة المسرح تعيشها مدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسا هذه الفترة لتستمر العروض المسرحية من تونس والخارج طيلة أسبوع وحتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي على امتداد أسبوع تحولت القلعة الكبرى إلى قلعة المسرح ليعيش أبناؤها على وقع مهرجان ثقافي يتضمن عروضا مسرحية تونسية وتتخلله ندوة فكرية خاصة لهذه الدورة والتي تمحورت حول المسرح والتسويق قول المسرح إذا كان ما يتسوقش وإذا كان ما يشوفوش الجمهور ومش يبقى في الفضاءات المغلقة أو في مؤسسات المسرحية المسرح بالتسويق مربوط ببعضه كان مش دعم الوزارة على المستوى التمويل العمومي وعلى مستوى العروض المدعومة العروض المحترفة جميعها كان بالتنصيق مع مصالح وزارة الثقافة باش جبنا العروض الأولى وهي تجارب أولى بتبعت الحال هذه التجارب مش تكون تجارب معنتها حديثة مش نلقوا فيها معنتها أشكال فنية مختلفة على الأقل نقف على حقيقة هذه التوجهات ونفهم حقيقة المشهد المطرحي التونسي الحالي من خلال هذه العروض وكان محبو الفن الرابع على موعد مع أحدث العروض المسرحية لمختلف الفئات العمورية وشرائح الاجتماعية من كل الألوان والمدارس المسرحية التونسية العرض اللي فات كان خير شوية ملحمة الحب والحر الليلة معجبتنيش الولاد تحسهم يخدموا سرسين ومنعرش شرامة للديسكور فمتا دسكور مش ما عجبنيش لحقيقة كنا بدي من المشجعين للمسرح والثقافة بصفة عامة لأن تخلق تخرج تقاطمتع الأطفال ومتاع الصغار وكل دونك في نطاق التكوين لأننا في القلاع عنا برشة ممثلين في البرشة معناها رجال مسرح ما حاجة به تشجع الناس وتحاول تقربهم لبعضها ما تعرف هل مات في المسرح ولا في السينما ولا في دور الثقافة بصفة عامة تقرب الناس من بعض وهي فكرة طيب مهرجين قلعة المسرح في دورته الخامسة نظمته دار الثقافة بالجهة بمشاركة جمعية إشراق لثقافة والفنون هذا المهرجين ما زال متواصلا احتفالا بأب الفنون في تحدي للحصار الظالم الذي تفرضه حكومة المحتل على قطع غزة وبعد سبع سنوات غياب التام معرض الكتاب بقطع غزة لتمدد وزارة الثقافة الفلسطينية عمره باعتبار تفاعل الفلسطينيين الكبير مع معروضاته وإقبالهم العالي عليها بين أرويقة الكتب وثنايا الصفحات الغنية بمختلف أنواع العلوم تجول سكان غزة لينهلوا من بحر المعرفة في معرض الكتاب الذي استعاد بريقه ونفذ عنه الغبار بعد سبع سنوات من الأغلاق ففي تحدي للحصار الظالم الذي يفرضه المحتل الإسرائيلي على قطع غزة عمدت وزارة الثقافة الفلسطينية وبلدية غزة إلى إعادة الحياة إلى هذا المعرض في إطار تعزيز الجهود للارتقاء بالثقافة الوطنية الفلسطينية وتفعيل دورها التنموي لخدمة المجتمع الفلسطيني وصناعة أجيال الناشئة واعية ثقافيا وآدبيا معرض غزة للكتاب أكد تعطش الفلسطينيين بمختلف أعمارهم لمثل هذه المعارض وحبهم للعلم والثقافة والمطالعة رغم المشاركة الضعيفة لدور النشر في هذه الدورة مقارنة بالدورات السابقة إذ ناجح المنظمون في تحدي الظروف الحالية والحصار الظالم على قطع غزة ليؤثث أكثر نشرين ألف كتاب من مختلف العناوين العلمية والدينية والفلسفية والأدبية والثقافية رفوف المعرض طبيعي كما نروني المعرض قياسا بالسابق هو معرض صغير لأن المعرض السابق كان معرض دولي وكانت الأنباء غطت هذا المعرض والعناوين كانت مميزة ودور النشر كانت مميزة ومشاركة عربية وغير عربية أيضا كان فيها وفيما تواجه عملية القراءة والمطالعة تحديات جمى وفي مقدمتها توفر البلائل الإلكترونية التي باتت تهديد عرش المطبوعات تضخه مثل هذه المعارض الدماء من جديد في الجسم الثقافي بغزة فأمة لا تقرأ هي أمة بلا هوية ولا حاضر ولا مستقبل هكذا أراد الفلسطينيون أن تكون رسالتهم في معرض الكتاب تأكيدا منهم بأن العلم بمختلف أشكاله يبقى السلاح الأقوى في يد الشعوب نهاية المواعد الأخبار المشاهدين الكرام إليكم فيما يلي تذكيرا بالعناوين في يوم التشغيل ودفع المبادرة الخاصة بالمرسى تسع عشر مؤسسة اقتصادية تقدم ستمائة عرض شغل لطالبيه اقتصاص متنوعة لقاءات تشاركية بين وزارة البيئة وعدد من الجمعيات والهدف إرساء آليات للمساهمة في الحفاظ على البيئة تحركات دبلوماسية في كل من تونس ومصر بشأن الأزمة الليبية لإسكاة صوت المدافع وتغريب منطق الحوار بوابة الترفازة التونسية على ذمتكم مشاهدين حتى تتابعوا مستجد الأخبار نلقاكم على خير